إذن ومشاهدين اليوم الكثير من التطورات كانت على ساحة التداولات من آسيا مع أيضا التطورات المتراجعة التي نراها على السوق السلع خصوصا بالنسبة للنفط فيما يتعلق أيضا بالدولار وهذه المتغيرات التي نراها أيضا على سوق عوائد السندات وهذا الانخفاض الذي أيضا أدى انخفاض على عوائد السندات الأمريكية أيضا أثر على جوء التداول على الدولار وعودة الضعف قليلا بعد أن كان قد استثمر ارتفاعات قوية في المرحلة الماضية السيد أحمد الخطيب معنا مباشرة في الأستوديو وهو الرئيس التنفيذي لأمانة كابتل مرحبا بك سيد أحمد يعني كالعادة دائما ما تكون قراءاتنا بالتدريج نبدأ مع السوق الآسيوية مع التطورات البيعية التي رأيناها بالنسبة لليابان وأيضا في السوق الصينية ودعنا أيضا نعرج على الخطوة الأهم بالنسبة لليوان اليوان هل اقتربنا من وجوده كعملة في سلة الاحتياطي بالنسبة لسلة الـ IMF هو يعني لازم أي شيء له علاقة بالصين أو بآسيا خصوصا بالصين نحطه تحت العنوان الكبير تبعا أنه الاقتصاد الصيني بالسنوات الماضية وين ماشي وين رايح وشو عم بيصير بالاقتصاد الصيني من قرارات جديدة هلأ وجود اليوان أكيد يعني هو متجه سنصل إلى ذلك من المستقبل توقيته يعتمد على العوام الكثيرة من أحداث محددة وردات فعلها بالأوقات التي تحدث فيها الاقتصاد الصيني أنا برأيي أنه تناول موضوع الاقتصاد الصيني وكأنه انتهى مثلا بعد ما تباطئ الاقتصاد الذي هو أصلا تباطئ النمو الذي هو أصلا متوقع تباطئه لأنه فترات نمو لسنوات متتالية تبعها نمو انخفض قليلا بعده بالسبعة بالمئة ومرتفع جدا بالنسبة للاقتصادات العالمية بسبب أيضا أنه في ضعف أو انخفاض بالتصدير للمنتجات الصينية التي تعتمد على الاستهلاك من الدول الأخرى يعني الاقتصاد العالمي أنا برأيي هو بأثر على تباطئ النمو الصيني بشكل ويعاد على مثلا السلع فأنا برأيي أنه ما يحدث حاليا أن الاقتصاد الصيني وردات الفعل لا يجب أن يكون مفاجئ للأسواق مع أنه ردات الفعل دائما تأتي بشكل أنه أي قرار مثلا تقفيد الفائدة بصير في ردة فعل بالأسواق ولكن هم متوقع يعني ست مرات خفضوا الفائدة ومتوقع أنه يكون في إجراءات أخرى لأنه يعني الخطة التي يمشي فيها الصين من سنوات طويلة بالإتجاه الذي يعمل نفسه فيه لا يوجد شيء مختلف نعود إلى أيضا من يجد نفسه أنه دائما ملتزم بالقوانين وبالشفافية والحوكمة ويجد من يحود عن الخط أو المسار ويتمتع بهذه الأفضلية والشعبية الكبيرة اليابان تعتبر من الدول فعلا التي تتحكم في استراتيجيات سياساتها النقدية وتتهم الصين دائما أنه هذا ليس بسلوك دولة تسعى أن تكون عملتها كعملة احتياط ما هي المساءلة على الصين اليوم باعتقادك؟ هو التدخل المستمر للبنك المركزة وبنك الشعب الصيني؟ أم هو حيال تزييف قيمة العملة الحقيقية؟ هو متوقع يكون فيه إذا فيه اقتصاد عم بيصير أقوى من اقتصاد آخر وعم بيأخذ مكانه بالعالم ومستمر بهالأتجال هي الصين مقابل اليابان متوقع يكون فيه اتهامات من هذا النوع نفس الشيء حتى مثلا لما دخلت الصين بالعملة من عدة أشهر حتى الولايات المتحدة كان لها اعتراضات أنه يجب أن لا تدخل الصين بهذا الشكل ولكن يعني نعود لأصل الموضوع أنه هو أصلا سياسة الصين من لما بدأ التطور الاقتصادي في الثمانينات تعتمد على سياسة الحزب الواحد القرارات بهذا الشكل فلا يمكن أصلا نعرف أنه البيانات حاليا هي صحيحة ولا لا هلأكيد النمو والاقتصاد بشكل عام معروف ولكن أنه مرحليا أنه كيف عم بصير القرارات أو هل الشفافية بإصدار البيانات هي صحيحة مئة بالمئة ولا لا بشككو حتى 6.9% لأنه قيل أنه محقيقي حتى أنا توقعت محقيقي يعني حيحكو أن الحقيقي 5% طلع الحقيقي لازم 6.6% يعني على عشرين عم نختلف صحيح هذا النقطة هي حتى لو شككوا فيهم مش عم نحكي بفرق كبير جدا أو أنه ما في اقتصاد وهنا عم بقولوا في اقتصاد يعني لا أعتقد أنه القوة الاقتصادية هي التي تتحكم يعني من يريد أن يسائل الصين ويفرض عليها إصدار بيانات بشكل آخر بالعكس أنا برأيي أنه السياسة الصينية بهذه الأسلوب هي التي نجحت الصين على مدى السنوات لأنه القرار موحد باتجاه واحد تنفيذ القرارات ما في تشتت ما في مثل ما نشوف مثلا بأوروبا التغير في السياسات الاقتصادية بفترات قصيرة وحتى كان رأيي لرئيس الحكومة السابق في الصين قال هذه بيانات النمو التي نطلقها للعالم هذه تهم العالم بقية العالم أما نحن فنهتم ببيانات أهمها هو تخيل هي حركة شحن القطارات وشحن البضائع استهلاك الكهرباء في مصانع قال هذه هي القراءة الأهم وأيضا الجمارك بيانات الجمارك هي التي نقرأها كحكومة الصينية أنتم تهتمون بالسابعة والتسعة في المئة لكن نحن لدينا قراءتنا المحلية هو عم يصدر كل البيانات بس هو ممكن عم يوضح أنه يعني بيطلعوا على أي بيانات بوضع الخطط لأن البيانات النمو هي نتيجة للي بيعملهم طبعا مش هي العمل نعم ودائما هم متحفزين وحتى نعرف كمان اللغة الصينية بدا كثير وقت لنقدر نفهم أيضا الرموز الرمزية تبعي هذه اللغة إذن نعود معك سيد أحمد الخطيب ومع أمانة كابتال بعد قليل ومشاهدين كيف تفتتح الأسواق الأوروبية وهل للدراقي تأثير أكثر هذه المرة على الافتتاحية لاحقا طبعا الأسواق وخاصة نعلم جيدا بأن أوروبا تتحفظ كثيرا بعد قرارات الدراقي بعد قليل والعودة إلى أداء الأسواق العالمية ونعود لكم مع أداء الأسواق العالمية تحديدا إلى أوروبا وهذه المرة تساؤل إلى ضيفنا سيد أحمد الخطيب حول بيان دراقي الأخير أو خطابه الحقيقة البعض تفاجأ ووجدنا حتى على التغريدات تنتشر كأنهم متفاجئين بالقرار الذي اتخذوا لماذا سيسحب برنامجه ربما حتى عام أو حتى عامين قادمين باعتقادك هو يعني أنا برأي أنه التفاجأ من اللي عم بصير حاليا من تصريحات أو من قرارات من هالنوع بالنسبة لألي أنا مستغرب لأنه إذا منرجع لبداية العام يعني اللي هو المرحلة خلينا شو كانت المرحلة بداية العام كان أنه التسير الكمي الأمريكي توقف نهاية العام الماضي بداية العام في انتظار أنه رفع الفائدة أو عدم رفع الفائدة النقاش وكان حديث عن بداية التسير كمي بأوروبا من عدمه بعدين بدأ في شهر مارش وكان بدأ الحديث عن أنه هل الصين ستحقق 7% السنة ولا لا تحقق 7% اليوم شو الوضع هو نفسه يعني بعدنا عم نحكي أنه ترفع الفائدة أو لا ونحكي أنه التسير الكمي الأوروبي ماشي ولا لا وحنزيده ولا ما حنزيده وعن نحكي عن الصين بنفس الطريقة أنا برأي أنه في وضع حذر كل صناع القرار من بنوك مركزية وغيره دخلوا فيه بسبب رئيسي أنه المتأمل من حزم تسير كمي متتالية لم يتحقق حتى لما نجي على الولايات المتحدة الأمريكية اليوم أنه تحول الحديث عن رفع الفائدة أو لا وهو الحقيقة الجواب أنه ليش عم نحكي بهذه الطريقة لأنه التيسير الكمي لم يعطي نتائجه اللي كانت توقع عساب عصيره ثلاث مراحل وعلى سنة كامل اليوم من لما توقف هلأ صار في حديث أنه فائدة سلبية وهلأ في حزب الرابعة تاكيو إي فور وإلى آخر فمعناتها أنه لم يضحق نتيجة سابق هلأ بأوروبا نفس الموضوع طبعا بأوروبا بدأت متأخرة عن أمريكا بالتيسير الكمي وهلأ لما عم بقول أنه احتمال أنه نزيد كمية تاكيسير الكمي أو نمده طب شو الاستنتاج اللي خلفته معناتها مش عم بحق النتائج المتوقعة لأنه لما بدأ أعتقد كان ل 12 شهر أو 18 شهر كمرحلة أولى ومن الأول قال احتمال أنه نرفع الكمية نرفع الكمية أو أنه نبتد أنه إذا اضطرنا إلى ذلك وفعلا اضطرنا إلى ذلك طب هلأ شو اللي بعد المرحلة هاي أعتقد أنا ما حدا من البنوك المركزية عم يعطي هذا النظرة يعني حتى الفدرالي الأمريكي وجنة يالن كل شيء وأنا كتير بعلق على الموضوع أنه أوكي عم بيعطوا قرار أنه ما في رفع فائدة والمرة الجاي حندرس الفائدة ندرس البيانات الاقتصادية طب يعطوا outlook للسوء يعني يعطوا وجهة نظر أنه الفترة القادمة إذا حققنا البيانات المستهدفة اللي عم نطلع لألها سنقوم برفع الفائدة مثلا وإذا ما حققنا شو سنعمل دائما في جواب ناقص يعني لا يكملون الجواب لأنه من المتوقع هلا اليوم أنه حتى دراقي هلا نحكي على الأوروبا مثلا أنه هل هو عم بقول أنه هنرفع التيسية الكمية أو نمده لأنه مثلا متوقعين نحقق النتائج بالفترة القادمة ما هو الاقتصاد العالمي كله متكامل مع بعضه عم بواجه كل الصعوبات مع بعض فأعتقد أنه الضبابية بهالأساليب المركزية وبالتركيز على السياسة النقدية عم بتزيد للأسف يعني فيه حتى أراء بدأت يعني بدأت تصرح بشكل أكثر علانية يعني لماذا تركز تركز البنوك المركزية العالمية على مستويات الضخم طيب لو أننا قلبنا المشهد قليلا إلى أن تركز على النمو يعني باعتبار حتى دراقي يعني واضح أنه قد قال بأن هناك كانت إشكالية أن هذه الأموال لا تصل إلى الاقتصاد الحقيقي أو حتى بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة بالعكس الاستفادة الأكبر للمصارف يعني واضح أن هناك فيه إشكالية لمن يستخدم هذه النقود هذه الأموال والأموال الرخيصة واضح أننا سنبقى في هذه الإشكالية إذا لم يتم تفعيل أمر آخر يعني من قبل ربما السياسات الاقتصادية صحيح تماما يعني معنا ننضل بالدوامة لا مش رح ننضل بالدوامة بالأخير بس كلامك 100% صحيح لأنه اللي عم بقوله أنا أنه ما حققنا النتائج المنشوء الاقتصاديا باستخدام سياسة نقدية وبنفس الوقت منلاقي أسواق الأسهم في مستويات تاريخية بداية العام حتى مع الانخفاض اللي صار رجعت طلعت لمستويات يعني مقبل أغسطس يعني هل تستثمر أكثر هذه الأموال عم بيروح جزء كبير منها إلى سوق الأسهم أعتقد معظمها أعتقد معظمها هلأ كمان خلينا بس نقول أنه في تحسن اقتصادي بس حتى ما نكون عم نقول أنه ما في شيء أبدا لا في تحسن اقتصادي ولكنه بطيء أنا برأيي من البداية كان أنه التركيز فقط على السياسات النقدية بدون مرافقتها لسياسات اقتصادية تنموية لن يحقق الهدف لحاله طبعا ويعني الأساليب التقليدية النقدية حتى أنه بسموها ابتكارية أنه تيسير كمي وهي بسية تقليدية استخدام النقد فقط بدفع الاقتصاد طباعة العملة شراء السندات واضح أنه لا ما يحقق الأهداف بالوقت المطلوب المدى الطويل سيتحقق هذا فكر غربي أكثر منه الشرقي الفكر الشرقي كثير متحفز وبيحب دائما الأدخار ما بعرف إذا كان لاحقا يعني يكسروا أيضا هذه المحرمات ننتقل إلى حديث اليوم حول النفط تهدأ الأصوات وتخفت عادة صداها عندما نستسلم لواقع الأمر يعني كأنه احتلنا النفط في المستوات السعرية الحالية ما في مجال أبدا للتفاوض ما في مجال أبدا لأنه نحاول نعيده إلى مستوياته السابقة ما استمرار وضع الصين باعتقادك سيد أحمد في هذا المنحة واللي يبدو أنه مش على وقت قريب رح يتحسن ما هو مستقبل سعر النفط هناك من يقول أنه حتى 2017 ممكن يشوفوا عن مستوات الـ 130 دولار هذا يعني أمد بعيد جدا على مدى نهاية العام وبداية العام القادم النفط ممكن يستعيد عافيته هل أوبك يجب أن تتحرك هل استراتيجيات خارجية يجب أن تفعل دور سعر النفط أن يعود إلى مستوى هل أنت ما عودت سعر النفط إلى سابق وقته على 100 دولار هل أنا معه أنه أتمنى أتمنى بس أنه هل سيعود شو لك مصلحة في الوضع بالاقتصاد كله طيب بس خلينا نقول على النفط يعني أنه كمان أنا أعتقد أنه تناول موضوع انخفاض سعر النفط وكأنه لن يرتفع مجددا أعتقد أنه فيه مبالغة بالموضوع وتتجه لموضوع يعني المواضيع السياسية أكتر تطغى بهالموضوع أنه دول ستفلس وبعرف مين يعني كلام مش منطقي هل أول مرة نشاهد الخفاضات بالنفط لهذه المستويات لا هل النفط بدأ ينضب كمان لا يعني الوضع الاقتصادي بما خص النفط دورات اقتصادية عام نمر فيها من سنوات طويلة وتعود أكيد ببطء النمو العالمي سنشهد انخفاض بأسعار النفط لأنه الطلب على النفط معروف أنه انخفض كثيرا بالمقابل للأسباب السيادية السياسية لأوبيك ودول أوبيك ما خفضت الانتاجها فلذلك صار فيه تأثير مضاعف هذه صارت أمور مكررة دائما أنا منحكي فيها بس هل سيعود النفط أنا برأيي أنه مقبلين نحن على فترة يمكن مش بالمدى المنظور بس هنرجع إلى فترة نمو بالاقتصاد العالمي وفي الصين وفي كل الدول وبالتالي أكيد سيعود النفط لأي سعر يعود النفط يعتمد على العرض والطلب وإدارة الموضوع في ذلك الوقت ولكن تناول الموضوع أنه خلاص انخفض النفط وانتهت أيامه ولن يعود نهائيا أعتقد مش كلام اقتصادي وحتى من جملة البيانات الاقتصادية التي نقرأها تقريبا في معظم الاقتصادات المهمة حول العالم فيما يتعلق بتفوق ربما قطاع الخدمات واضح أن هذه الهيكلية الجديدة التي نراها في الاقتصادات أنه كثير من الدول بدأت تعول على قطاع الخدمات أكثر من القطاع الصناعي حتى الصين بدأ يدخل هذا القطاع بشكل كبير نحن أمام ربما تغيرات كبيرة والقطاع الصناعي إلى حد ما سيكون له تأثيرات اقتصادية سلبية على أسعار السلع كما نرى من القراءات فيما يتعلق بتخفيف العمالة بتخفيف بإغلاق بعض المصانع أيضا الوضع التكنولوجيا الخضراء التي تأخذ بعين الاعتبار أنه لازم نخفض أيضا من مستوى التلوث لا فيه منها الكلام أنه بالمستقبل بدأ نرى مدى إمكانية تطبيقه يعني على عمليات التقنيات الخضراء وما إلى ذلك لكن أعتقد أنا حاليا أنه فيه توجه لموضوع الاقتصاد للخدمات ولكن ليس على حسب الاقتصاد الصناعي لأنه ما زال هناك طلب على المنتجات يعني نرى حتى المنتجات التكنولوجية تحتاج بمصانع تنتج بمصانع وعم تكبر عم ينتج منها أكثر وعم يباع منها أكثر أعتقد الاستهلاك هو المهم بالموضوع يعني الصين عم تتحول من اقتصاد مصدر إلى اقتصاد استهلاكي داخلي ولكن مش بإلغاء الصناع بنمو القطاع الاستهلاكي أو زيادة الاستهلاك من قبل الاقتصاد المحلي لذلك أعتقد في المستقبل القريب خلينا نحكي بمستوى لأنه على تطور التكنولوجيا البعيد جدا لا نعرف ما سيحدث أو إذا فيه تغيير الجدرية ستكون أعتقد لن يكون تغيير كبير حاليا في المدى المنظور يؤثر على الاقتصاد بشكل أنه فيه قطاع الصناعي رح ينخفض أو أنه ما رح يكون له دور لأعتقد ما زال له دور وخصوصا في الصين نعم ننتقل إلى العملات ونظرة حول وضع اليان اليوم لن نتشتت بقدر أن نعلم ما هي ما هي التحرك الياباني يعني كان في إضعاف اليان ملاحظة في الفترات السابقة من سياسة المركز الياباني لإنعاش الصادرات وما يزال اليان بين الحين والآخر تلعب به قوى التطمينات أو الملاذات الآمنة ما هو مستقبل اليان القريب باعتقادك أستاذ أحمد يعني دائما بده يكون له علاقة باللي تفضلت فيه أنه هو القرارات المتعلقة باليان من ناحية كمان السياسة النقضية يعني اليابان من ناحية تيسير كم من أهم الرواد الموضوع بعنف ومستمرين فالأثر المرحلي على اليان اللي هو مثلا خلينا نقول من سنة أو أكتر من سنة لليوم كان الموضوع أن أضعاف اليان لتحسن الصادرات ما شفت أنا تحسنت الصادرات بشكل كبير جدا لأنه نرجع بالآخر أنه الكلام فقط عن السياسة النقضية لتحسين الأوضاع الاقتصادية لا يكفي يعني إذا خفضنا العمل صارت البضائع اليابانية أرخص بدنا نشوف مين سيشتريها بأرخص ولا بأغلى فأعتقد بالفترة المقبلة اليان دائماً له وضعه الجيد حتى لو نخفض سعره ولكن أعتقد أنه البنك المركز الياباني والحكومة اليابانية سيتجوى بنفس السياسات لإعادة حزم جديدة من التسر هو يسجل لثاني جسر على التوالي ارتفاع بسبب غياب الاستثمار حالياً عن العائدات الاول الاستثمارات ذات العائد المرتفع بسبب ارتفاع المخاطر نعم كما ذكرت ونشكرك جزيل أشكر الأستاذ أحمد الخطيم وأنت رئيسة تنفيذي لشركة أمانا كابيتل على وجودك معنا